أنت الآن تمتلك صلاحيات وزير وآخرين يقولون أنه أنت عندك صلاحيات وزير ومتنفذ وتستطيع حتى من مناقلة الأموال كيف تم تعديل القرار 63 لعام 2019 والذي يمنحك الصلاحيات بتوقيع العقد مع الشركة الكورية مع الألم أنت رجل بدرجة مدير عام وأن هذه الأموال والعقود لا تسمح لمدير عام أن يوقع عليها ألا من صلاحية الوزير ليش مو الوزير يوقع العقود ليش أنت تم تعديل القرار أن تتوقع سيد الفاضل هذه صلاحيات تمنح وهذا أمور إدارية متعارف عليها سواء كانت صلاحيات دولة رئيس الوزراء حينما تمنح إلى معالي السيد الوزير أو معالي السيد الوزير يمنح صلاحياته وهذه الأمور متعارف عليها في الخطط التشغيلية وفي الموازنات العامة للدولة العراقية هذه الأمور إجراءات إدارية ليس إلا إذا تقول لي كيف تم تخوي لك أنا أقول لك أنه في كل الأحوال اللم أخول ما يتم الصرف إلا بعد ما أرفع جداول تفصيلية توصلني من هيئة المشروع مؤيدة من قبل الاستشار الإيطالي والمهندس السايد الإنجينير اللي موجود ورئيسة الهيئة والمسؤول المالي والتدقيق في هيئة المشروع وترفع إليه وتم تدقيقها من قبل مدير التدقيق اللي موجود مدير قسم التدقيق اللي موجود في مقر الشركة ومنبعتها الدول مع رئيسة الهيئة على تفاصيل الصرف ومن ثم لو كانت الصلاحيات ممنوحة إلى معالي وزير النقل أرفحها بتوقيعي إلى معالي وزير النقل لغرض الصرف ومن أجل اختصار هذه الحلقة كان رأيي للوزارة حتى ما يكون هناك تلك بالمشروع وحتى ما تكون هناك حلقة إضافية كان مخترح للأمانة العامة لمجلس الزراء أن يخول مدير عام الشركة بالتعاقد والتوقيع أي الصرف المالي وهذه صلاحيات تمنح من قبل مجلس الوزراء الموقر إلى أي شخص يشوفونه قادر على إتمام هذه العملية أنت الآن تمتلك صلاحيات وزير نعم تمتلك زين آخرين أيضا كتبة وآخرين يقولون أنه أنت عندك صلاحيات وزير ومتنفذ وتستطيع حتى من مناقلة الأموال يعني أنت مثلا في وحدة جلسات لما كان أكو عقد بناء تحتية بالسكك الحديد بمبلغ 185 مليون دولار قلت لهم آني أتفح من فلوس الموانئ وهذه بها مخالفة قانونية لأنه مناقلة الأموال يجب أن تتم بقرار برلماني ويجب أن تتم بقرار مجلس الوزراء كيف حصل هذا الموضوع وما حقيقة سيد فرحان سيد الفاضل أولا المعلومة التي عند حضرتك هي ليست صحيحة مناقلة الأموال هي صلاحية يا أما صلاحية وزارة المالية أو صلاحية السيد الوزير وكل حسب حجمه بشروع ميناء الفاو حسب دراسة الجدوى أنه من أسرار نجاحة هو وجود القناة الجافة وبالتالي أنا قلت لك قبل لحظات قلت لك أنا كإدارة عامة في الشركة أنا كمدير عام ورئيس مجلس إدارة ومجلس الإدارة من يرسم سياسة الشركة المالية تحديدا بالإضافة إلى السياسات الأخرى لكن السياسة المالية أحنا حينما اطلعنا على دراسة الجدوى وجدنا مشروع ميناء الفاو لا يكتب له النجاح إلا من خلال القناة الجافة وبالتالي في أول جلسة لهيئة الرئيب وجود السيد وزير النقل كان هناك حوار دار ما بين السيد وزير النقل والأخ مدير عام سكك حديد العراق فأنا وحدة من المخترحات اللي اقترحتها قبل أكثر من سنة ونص تقريبا أو سنة وكذا شهر قلت له معاه للسيد الوزير احنا دراسة الجدوى تنص على أنه يجب المضي في مشروع ميناء الفاو وبنفس الوقت إذا مضينا بمشروع ميناء الفاو يجب علينا أنه طبعا هذا قبل لا نوقع يجب علينا أنه انهيئ القناة الجافة العراقية والقناة الجافة بها شطرين هو النقل السككي والنقل البري النقل السككي هو اختصاصنا احنا كوزارة فلازم نرسم ماستر بلان حتى شكوا تخصيصات تجينا إلى وزارة النقل خاصة بقطاع السككي تستثمر ضمن الماستر بلان مزيد فكل الأخوان اللي موجودين أيدوا الفكرة واتفقنا على أنه لكن من ضمن الطروحات قالوا أنه السككي مائتها الرصيد المالي وبنفس الوقت الدولة غير قادرة على تمويل مشروع هذا الماستر بلان اللي هو تكلفته تقريبا بوقتها وأصلا توقع تقريبا بحدوث 70 مليون دولار الموضوع مهم جدا لا لا 71 مليون دولار تحديدا الرقم هذا الموضوع مهم جدا أنا كإدارة شركة وراسم لسياسة شركة الشون أمضي بمشروع ميناء الفاو وما مأمن الطرق وما مأمن القناة الجافة هسا الكل يصيح ويقول يجب أن نمضي باتجاه خط الحرير طريق الحرير طريق الحزام زين أنا وين كإدارة شركة وين أنا كوزارة إن لم أخطط بشكل صحيح وجدي وفاعل لإنجاح هذا المشروع وبالتالي بعد ما وقعنا المشروع وبعد ما مضينا بتنفيذ هذه المشاريع الخمسة كانت أنه جلسات مطولة ومفتوحة ككادر متقدم في الوزارة فارتقينا أنه يجب أن نمضي بالقناة الجافة العراقية لكن المرحلة الأولى هي مرحلة رسم الماستر بلان اللي هو يضمن المواصفات الفنية والتصميمية المتكاملة للسكك وبنفس الوقت المواصفات الأولية للطرق البرية ترجمة نانسي قنقر